ترجمة نانسي قنقر 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 ومنها نظام التباعد الاجتماعي وتقليل عدد موظفي اللجنة بالإضافة إلى التعقيم الدوري كما جرى بعد الانتهاء من عملية الفرز وضع الأوراق في أكياس وتعقيمها قبل وضعها في الصندوق وسيواصل المقر العمل على الوتيرة ذاتها في جولة الإعادة التي ستجرى يوم السبت المقبل هذه التجربة الاستثنائية عكست الروح المعطاءة المتأصلة في أمناء البحرين ورغبتهم الصادقة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه